الخارجي أغلقت صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية التونسية أبوابها أمام الناخبين فيما بدأت على الفور عمليات فرز الأصوات ودعي أكثر من 7 ملايين ناخب لاختيار 217 نائبا في البرلمان المقبل إلا أن أرقام الهيئة العلية المستقلة للانتخابات تشير إلى أن الإقبال كان ضعيفا حيث أن نسبة المشاركة بلغ 23.5% ويتنفس في هذه الانتخابات نحو 15 ألف مرشح ضمن قوائم أحزاب واقتلافات ومستقلين متنوعين ومن اتجاهات سياسية عدة وتأتي الانتخابات التشريعية بين دورتين الانتخابات الرئاسية التي أوصلت دورتها الأولى قيس سعيد ونبيل القروي في انتظار الحسم في الدورة الثانية ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية يوم 10 أكتوبر 2019 على أن تعلن النتائج النهائية يوم 13 نوفمبر المقبل مهندس مروان برحب بحضرتك مرة أخرى في استوديو القاهرة والنس ومن الانتخابات التونسية للأحزاب والإتلافات التشريعية في تونس كيف تقرأ هذا المشهد؟ هل ستستمر أحزاب وتسقط أحزاب في هذا الصراع؟ هل سيتأثر الشارع التونسي بشكل إيجابي أم بشكل سلبي وتصبح هناك حالة من التشتيت والارتباك؟ وبالتأكيد المشهد الديمقراطي في تونس مشهد شديد التميز في دولة عربية نحن نجد أكثر من حزب مرشح في الانتخابات بغض النظر إن إحنا بنتكلم على 23% نسبة مشاركة تطلع 25% النسبة أقل من المشاركة بتاعت انتخابات الرئاسة رئاسة أعتقد وصل الأربعين أو حاجة أخرى أو قرب الأربعين يعني وده طبيعة بشري يعني في كل العالم انتخابات الرئاسة الانتخابات الأكثر مشاركة ثم بتاعتها انتخابات المجالس النيابية ثم بعد كده المحليات والدستور بيبقوا أقل في نسبة المشاركة عادة انتخابات تصويت اللي هو على ورقة وليس شخص مقابل شخص تاني فهو ماشهد ديمقراطي جيد جدا وجود تشتت سياسي داخل البرلمان هو يعبر عن توجهات عدة للرأي في تونس يعني توجهات أو ربما ممكن نحلله هو لا يصوت أيديولوجيا يعني مش عادي مثلا الحزب الفلاني أنا عاوز ننجح النازل بتقول لا أنا بنائي الأشخاص الصلاحين وما نيجي نبص على انتخابات تونس قيس سعيد ما كانش من الناس اللي كانوا مرشحينه من أول لأربعة أو أول تلاتة ولكن المواطن التونسي اخترى رجل متعلم رجل جامعة رجل مسخف رجل هادئ ليقود هذه المرحلة بخلاف الخلفيات السياسية الضخمة وحتى نبيل القاروية هو رجل أعمال ناحية تانية خالص برضو وعنده قناوات تليميزيونية وعنده جامعيات خيرية كثيرة بتدعم الفقراء فنوعية التصويت اتفرجنا على نوعين من المواطن التونسي اللي خفت الضوء بتاعه الطائرات الدينية من كتر الممارسة الديمقراطية بتتعاود الناس على قراءة الأفكار بتاعة كل مرشح وكل تار سياسي وتتعاود على فهمها وتتعاود أيضا على حسابات توابع اختيار تلك الفكرة اذا مثلا في مصر جمع جات فترة قال لك اديها مش عارف ما الاسلام والحل وبتعودها انك ومش عارف ايه هنخدش الجنة كلنا بقى نصوت وخدش الجنة كمان القصة دي دي الوقت لو جدي ترحتيها حتى نفس المواطن اللي كان بيصوت الاسلام والحل هلاقي الفكرة خفتت شوي لان كلما المواطن بيزيد الوعي بتاعه بيزيد القدرة على التحليل والتفكير والاختيار بيبدأ تخرج زي التارات من اللابة واعتقد انه هكون نتائجه ليست بالنتائج الجيدة لان ممكن مؤشر الانتخابات الرئاسية ربما حاجة تانية نجد الاعادة هتلاقي رفع التاني من نسبة المشاركة لانها باعادة على المنصب الرئاسي والمنصب الاهم في تونس هي دولة رئاسية ليست دولة برلمانية يعني وقول النهاية هو مشهد ديمقراطي في منتهى الجودة نتمنى في كل الدولة العربية ليست في تونس فقط التنوع الفكري مش عب نهائيا تنوع الفكري ده صراء للمجتمع الدولة اللي بتحكم العالم وزلة الدنيا كلها وانت عمل وانت ما تعملش وده عقبات وده عقبش دولة المنطقة الأمريكية هي مجموعة من المهاجرين ومجموعة من الأفكار في الاخر توحدت حول دولة وحول مصالحها وحول إرادتهم وحول قائدتهم للعالم وبدأوا بالعمل بجدية وحفظوا على التنوع وحفظوا على العلاقات البينية بين المجموعات الاجتماعية وبعضها النتيجة ما فيش دولة في العالم طلعت من مجموعة اجتماعية واحدة والآخرين في الجانب الآخر الدول دي زي ألمانيا عملت قصري احنا اللي عندنا العجنس الآري ومش عملوا حرب عالمية تانية وراحوا في ستين داية الدول إيطاليا ما عملت الموسوليني والفاشية العزبة ما نفعيتش فهذا هو العالم الجديد ونتمنى من كل الدول العربية أن يجد هذه التجربة السرية والأفكار الجيدة دي